يلا جماعة كنا وصلنا لهون بس حبيت ذكركم انو البرونونتو نيكو الفو ها نعم او مش عادي لو بعطف الشت عادي 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 عملي بدك هيه ما في اي مشكلة ما عندي مشكلة هيه مو مسابقة شباب هيدي بس بدل ما سمعوا اخد وقت بالتسميع ربع الساعة لأم نعملهم بورقة ما بياخدوا معنى خمسة دقائية فهمتوا علي فعادي ما في مشكلة طيب شباب فازا بس حبيت ذكركم بهيدول البر article partitive يعني ادوات التجزئة هيدول الادوات انا باستخدمهم دائما مع المأكولات والمشروبات الادوات هم due, due, la, due, apostrophe, d due للمذكر المفرد due لا مؤنث مفرد due l apostrophe مذكر او مؤنث يبدأ بفاول ود يعني جماع هول كلهم يا جماعة لما منكون بالفراز negative رح يتحولوا لدي ودي apostrophe negative يعني اللي فيها نوبة يعني المنفية الجمل المنفية بذكركم كمان بالفو الفو دايما لما انا بدي حط الفو الفو بتاعني يجب او يلزمني فبحط الفو بحط الكلمة الاولى بعدين بحط pure يعني من اجل وبحط الكلمة اللي انا او الشيء اللي انا بدي اسوي فايزا الفو يلزم بعدين اول كلمة دي كونكومبر pure وبعدين اخر كلمة اللي انا بدي اسويها بالنسبة للبرونوتونيك مو اتوا جماعة البرونوتونيك يعني هو من اسمه بيدل على ضمائر توكيد هول الضمائر بيجوا بالجملة فقط للتأكيد ما بيجوا بيصرفوا فعل يعني مثلا انا بدي يقلكون والله انا اليوم رايحة السوق اوكي فبقلكون مو جو في اللي او مارشي مثل هاي مو جو في اللي او مارشي للتأكيد او بيجي مثلا بقول والله انا جي بريمون بتي دي جني وبحكي مع احمد وبقول له اتوا يعني انا فطرت وانت فهو هون لو فطر مثلي رح يقلي مو او سي لو ما فطر مثلا مو نون بلو رح تقلي واحدة من الصبايا رح تقلي لنقول له جاين اوكي فاذا مو او سي تستخدم للاجابة على نفس الشي اما مو اجابة مختلفة طبعا في عنا الحروف يلي هني بور اذاك وشي بور لا اذاك ما شي عند هلا نحنا وصلنا لهون هيدا الاكزارسيس عملناه صبايا يا شباب بظن لا بس اتاكدولي اعملنا نسوكا اوكي تمام الواجبات بعتوه ع التليجرام ايه اوكي اليوم وصلنا لشي اسمه ارتيكلا ديفيني كونتراكتي كونتراكتي يعني مدغمي ايه نعم ايه معلش في الواجب هنا في نفس الصفحة دي في اللي كان فيه اخطاء فيه وانا فهمتش لا ايه واحدة يعني اصدق ايه رقم ثمانية وتسع اوكي طيب رقم ثمانية عم تقولي يلي اخد مثلي كونفيتور بدي يقولي مو اوسي ليش لانو طلبوا نفس الطلب بينما اللي اخد التاني جملة طلب فروماج غير الكونفيتور فرح اختار بس مو داكور تمام هوني بتسع بيحقلكم تحطوا شغل لا ما بيحقلكم لانو ما عنا اصلا غير هايدي هون الجو دورانج سي بور مو هل هو لقلي وي سي بور نعم انه لك انت مش لقلي فاذا رح حطتوا هارجع عيد الجو دورانج عصير الليمون سي بور شو عندي احتمال ما عندي غير مو يعني حدا عم بيقول هل عصير الليمون لقلي انا فالجواب رح يكون وي سي بور بس ما فيني اقول انو لقلي انت عم بتسأل وانا عم جاوبك يعني فرضا انت فاطمة انت سألتي هيدا الجو دورانج بور مو لقلي هل فيني قليك وي سي بور مو اذا قلت وي سي بور مو يعني هو لقلي انا فانا بدي قليك وي سي بور تو لقليك انت هل تفهم كمان اوكي اذا متنا الارتكل ديفيني كونتراكتي متل معلش من اللي يدل عليون هني ارتكل ديفيني plus كونتراكتي طيب شن الارتكل ديفيني جميع اول شي تذكروا معي ارتكل ديفيني اخدناها بالتور من الاول هني حروف المعرفة تمام شباب صبايا يبقى هما ادوات المعرفة يلي هني ل لا لي الابستروف وطبعا نحن بنستخدم ادوات المعرفة للكلام عن شي محدد ومعروف اذا ادوات المعرفة اسمهم ارتكل ديفيني هل اشوت شو عندي كلمة جديدة ارتكل ديفيني كونتراكتي كونتراكتي بيعني مضغمة بيعني هعطيكم يعني معنى هيك اسهل يعني متحدة تمام متحدة يعني كيف بيقولونكن اذا سبقت ادوات التعريف ل ولي حرف الجر فانها تضغم يعني ما في ولا مرة رح تشوفوا اللو حياة كون ما رح تشوفوا هيدا الشي اللو لأنه عالسماع طقيلة يعني لما بديقول جو في اللو اللو مارشي نبتزبود فلهيك العلمة الفرنسيين قرروا انه يضغموها ويحطوا مكانها او اتحاد ال اي مع اللو عملت شو عملت او فهوني باقول جو في اللو مارشي ما بحقول اللو مارشي بس شو اصلا كان ال او كان اصلا قالو تمام نفس الشي بديقول اني انا رايحة الاهرامات ما بقول جو في اللي اللي بيراميد برضو على الصوت غليزة العلماء قرروا يحطوا مكانها ايو اكس بما انه بتحكي عن الجماعة فإذا بي اختصار بي اختصار بي اختصار حروف المعرفة لو لما بيجي قبلهم لا ما بيبقوا بقوا على حلهم يعني ما بيصيروا قالو قالي لا شو بيصيروا بيصيروا او واحدة للمذكر المفرد واحدة للمذكر الجمع حدا عنده اي سؤال لحد هون ما سي الاو اكس دي من انطقها ازاي او نفس طريقة الاولى هي الاو هي اللتر او والاو او اكس نفس الشي لتر او فبالحالتين رح ننتقن او مين عنده السؤال شاب بصبايا اكيد كلكم فهمينا يلا هلا بالإكسرسيز رح نفهم اكسا اكتر اما اذا سبكت قدوات التعريف الاو والأبوستروف بيقى فعادي رح دل لالة والأبوستروف يعني بمعنى اخر الالة مسمح فيها والأبوستروف مسمح فيها جاهزين نعمل الإكسرسيز اي يلا الإكسرسيز يا جماعة بيقول خلوني بسئلكم انفط نظركن على الشي بدي اطلع على الأكلمية اللي أنا بدي حطها على أساسها الحرف الكونتراكتين أول شي بفكر فيه بقول هيدا الميزون كلمة مؤنثة اي مفردة اي فبختار الا هيك بدنا نمشي رح نبدأ بالدور رح حط أسماء بالدور أحمد أنا عم شوفهم مثل منهم قدامي أوكي ما حدا يفكر أني هم حط حدا قبل حدا أحمد فاطمة لمار لجين عمر وعبد العزيز تمام يلا يلا يا أحمد ألفو أكل أحمد قبل ما نفكر بأي شي طلع أكل مفرد ولا جمع مفرد مفرد مؤنث مذكر شو بدع بفاول شو بدع بفاول صح فشو رح أختر له القائر أبوصر اللي هي أول أحمد ترابيا ترابيا ننتقل لفاطمة فاطمة فاطمة نوزل له كفية كلمة كفية مذكرة ولا مؤنث يا فاطمة مقهى مؤنث نو مذكرة أوكي معلش شوي وشوي رح تصيروا تعرفوا الكلمات شفتوا ليش يا شباب وصبايا قلت لكم بس تدرسوا الكلمات تحفظوا الكلمات المذكرة والمؤنث يكرمال هيك إجزرسايز انتبهوا هيدا ما هو الإجزرسايز الوحيد اللي يجي إنه لازم تعرفوا مذكرة أو مؤنث كتير إجزرسايز بيجوا بيطلبوا إنه هيدا الكلمة نعرف هي مذكرة ولا مؤنث لهيك قلت لكم أنا بالبداية لما بدأنا قلت للكل احفظوا شو الكلمات المذكرة وشو الكلمات المؤنثة لأنه ما بتعرفوا تحلوا من دون ما تعرفوهم تمام تمام معلش هي هناك فادي مقهى مش قهوة صح؟ لا مقهى مظبوط تمام أوكي فهي مذكرة طيب إذا هي مذكرة وبرضو لحظت إنه هي مفرد مش جمع يبقى شو رح تختاري لها يا فاطمة آآ هل هي الأولى ليش الأولى؟ الأولى قلنا قبل هلأ الأكس للجمع هل أنت عندك بالكفة جمع؟ ها؟ لا أخلص فإذا شو بتختاري لها؟ الأو الثانية تمام تفقنا؟ بي رح ننتقل عن دي لامار يلا يا لامار تروازي مفراز نو زلو آآ لا هادي عملنيها كاتريا مفراز أوكي كاتريا هوني فإذا نختارنا أو لامار 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 ترافاي أوبيتال أوبيتال هي اسم وي ها؟ شو قلتي لامار؟ الأوبيتال ترابيا فإذا دايما لما بيكون جي جماعة في عندي فاول أو في عندي أشمية دايما رح حط الأبوستروف من دون ما أتطلع إذا هي مؤنثة أو مذكرة لأنه سيان الأمر سواء كانت مذكرة أو مؤنثة رح نحط الأبوستروف أوكي؟ يلا رح ننتقل هلأ لوجاين يلا يا لوجاين عندك هون فراز سنك بور أشتي أنكادو جو في بوتيك دي سوفنير تاني تذكر أنا وييكي بوتيك اسم موفر اسم مؤذكر ولا مؤنس منقول إن بوتيك ولا إن بوتيك إن بوتيك لا نحن نقول إلي بوتيك نحن نحن نقول جو بوتيك إلي بوتيك إلي بوتيك ما إخدد أس هي بس لكادو إخدد أس إلي بوتيك هلأ مسمعك؟ شوالتي تالت واحدة؟ تالت واحدة نحن نقول بوتيك دي سوفنير بوتيك أمار يلا يا أمار جو في فرمسي تذكر يا أمار كلمة فرمسي هل هي مذكرة ولا مؤنسة؟ مش هنفذ رقم تسعة أمار شو قلت يا أمار؟ مش هنفذ رقم تسعة لا لا دي رقم ستة ستة أمار شو قلت يا أمار برافو برافو رح نرجع لعند أحمد أحمد جان سينيما سينيما تذكر أو شوفها هل هي جمع؟ لا طيب إذا منها جمع فإذا هي مذكر وشو؟ شو رح تحط الله؟ همت خراج يعني لا أم خراج أحمد تاني واحدة تاني واحدة برافو لأنو سينيما هي مذكرة مفراد فرح نختار لأو تري بيان وكونتنو فاتما فاتما نوزاريبو أيروبور دونك ستة مو يكمنس بار يعني ويال نحن قلنا طالما بيبدأ بويال مش رح نفكر فيها إذا مذكرة ولا مؤنة شو رح نحط الله يا فاتما أول واحدة برافو تري بيان أمار سوها أشاد فروي مرشي دونك أنا باتكلم عن المرشي تذكري المرشي هو شو وليلي شو رح تحط برافو فإذا شو رح تختاري أي واحدة يا لامار آآ ومرشي وي برافو من دون أكس لأنه مرشي منه جمع تمام يلا ننتقل على البرت التاني هلأ والبرت التاني يا شباب إذا خلصتوا بقدر مساح ولا شو أوكي جميعا هلأ عم يحكولي أنه لو أنا بدي أطلب بدي أطلب شيء كنت بالمطعم مثلا وبدي أطلب عصير أو بدي أطلب طبق تاني أو بدي أطلب تحلاية شو ما كان كلمة بدي أنا أريد هي ولكن لما منطلبها من شخص النادي اللي بيشتغل بالمطعم نطلبها من أي حدا نطلبها بتهاي الطريقة جو فودري لأنه هاي الطريقة هي لطريقة الاحترام أوكي فمنقول جو فودري مثلا الشيء البدية أو فو زافي هلأ دايك والشيء البدية يبقى أنا لأطلب شيء من المطعم بقول يا أما جو فودري يا أما فو زافي بيكون على طريقة سؤال بيكون بس هالقوم عندكم هاي دا الشيء أوكي لنسأل عن السعر فطبعا منقول سفي كمبيان سي كمبيان كمبيان كوت هالشي سفي سي هوني لإعطاء الجواب يعني بالسؤال دايما رح يكون في عندي هون سفي كمبيان كم بيكون سي كمبيان مع اسم الشيء مثلا شتريت بانان مثلا البانان سي كمبيان شوكولات سي كمبيان كمبيان كوت مثلا 1 كيلو ده بوم ده تار تمام هيك منكون حددنا وسألنا عن السعر اللي أنا ممكن إني أستخدمه أوكي شباب صبايا أما فاللي نعتبر إنه نحنا سألنا هيدا السؤال ويه بدي يجي وبني مين بدي يجي وبني الشخص اللي هو بالمحل فبدي يقلي سفي ذا الأو مثلا 20 جنيه سفي أو سي كذا كذا هول جماعة للفهم مش للحفوظ لأنه ممكن يجي ممكن يجينا بالإكزام بالاختبار يجو مثلا شي ناقص أوكي يجي شي ناقص فنحنا لازم نكمل الجملة فبنا نكون فهمين تنقدر نكمل ما فينا نكمل ونحنا مش فهمين سي كلير صبايا شباب فإذا سأرجع عيد هول السلام عليكم يا ريم كيفك لأخبارك إيه أنت دخلت معنا هادي كالسجن صح إيه أهلا وسهلا فيك يا ريم بس تأخرتي اليوم إيه بس يلا ولا يهمك بسيطة تمام ريم بس رح أرجع أشرح هايدي البارت مشين تكوني شوي معنا بالجو كنت بقول أنه أنا لما عاوز أطلب إيه ندخل تاني أكيد إيه مش رح نطول بس رح ندخل تاني يلا شباب كنت بقول لما أنا بدي أطلب طلب من حدا من المطعم أو من حدا بستخدم أكتر الشي يا جماعة أهم وحده هي يعني أنا أريد ولكن بطريقة تهزيب فيها تهزيب أو هل لديكم وبقول الشي اللي أنا عوزة هلأ لما بدي أسأل عن سعر شاي فأنا بقول اسم الشاي ورا سافي كمبيان اسم الشاي وسي كمبيان أو كمبيان كنت هيدا الشاي تمام الجواب يعني رح أرجع عيد أنا اشتريت غرض اشتريت لنقول كيلو بطاطا تمام فبقف عند الباعة وقال له سافي كمبيان أو سي كمبيان لبوم ديتار أو كمبيان كنت ثلاثة لهم نفس المعنى ولكن هما تنظيمهم أو وجودهم بالجملة حيكون مختلف من جملة لأخذة لأنه غير يعني بالأولى غير التانية غير التالتة ولكن الثلاثة نفس المعنى سافي كمبيان يعني كم سعرها أن شوكول أن شوكولات سيكون بيان نفس الشي ويكون بيان كنت أن شوكولات كمان نفس الشي هلا أنا سألت على السعر فبيجي الباع بيجي وابني اللي سافي كذا سعر كذا أو سي كذا أنا رح أقف عند هون هيدول اللي هني السيس اللي شرحتها والسات والويت بتراجعوا ليهم بالبيت وإذا كان عنده حدا أي سؤال بيرجع بيسألني لأنه المرة الجاية رح أرجع عمل ريفيزيون عليهم هون رح نقطش ورح نوصل لهون أنا بظن هيدي أنا عملتها ولا لا بلا ولا لا شباب عملنا تمام وأكيد المواقف عملتها وهيدي المواقف شباب صبايا عملتها طيب خلونا نعمل المواقف جماعة وركزوا ما يكتير منيح لأنه بكل اختبار بيجي مواقف لازم نكون نحنا فهمينين الجملة تنعرف شو بدن نختار أول جملة طيب خلونا نعملتها خلونا نعملتها خلونا نعملتها خلونا نعملتها المواقفين صحيحين الإجبتين صحيحين للمواقف الأول هون ton petit frère تدمان باردو أخوك سوغير بيس كسكون أشت شهر مرشان دو فروي ما زنشتري من عند كسر الفاوكي كسكتو دي انتهت أولي رحول شهر مرشان دو فروي أشت دي بانان دي ورانج دي پوم موز وي بورتقال وي تفاح أول أشت دو فروي فري أو منشتري فاوكي تازا جا رأم تلاتي تون petit frère تدمان أخوك سوغير بيس ألا كسكي ليا أو مرشان كسكي ليا كسكي يعني ماذا إلي يوجد ماذا يوجد في السوق فا كسكي تدين انتهت أولي رحول أو مرشان إلي أول 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 تمام يعني بتدي كيلو طماطم لو سماحت أو كيلو طماطم لو سماحت تُو دماند أتمر انت بتسأل منتك سكيل فو ماذا يلزم pour فار اللي فعل سلطة كسكال دي هي شو راح تقول هي شو راح تقول راح تقول يلزمونك طماطم وخيار أو ان فو اشتري دي طماط اي دي كونكم يعني نشتري بنادورة وخيار يلي بعد بالمطعم الجرسون النادل شو بتسأل للنادل ماذا تسأل للنادل أو تطلب من النادل النادل كسكال دي عفوا دي جرسون اللي بيسألك النادل هو اللي بيسألك بيسألك كو بولي فو موسيو يعني ماذا تريد سيدي أو كسكو ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هون لما هو أحد المارة بيسألني عن طريق المرشي السوق هلأ توين ديك انت بتحدد للمار طريق السوق فهتقول ايه انت هتقول ايه هقول خذت أول شارع على يمين أو لف يسار كندليتو على طريق أو اتجاه السوق آخر تليتي بقى تتنفرم سور لادسيون انت بتستعلم عن الحساب ماذا الگرسون النادل هايقول لك هايقول لك سافة 80 أو لادسيون النادل هايقول لك سافة 80 لانسي قنقر شو راح تقول راح قول راح قول كمبيان كوت 1 kg دي بانان يعني كم سعر أو 8 kg موز أو 1 kg دي بانان سي كمبيان يعني كيلو موز بي كم بي كم آخر واحدة فور ريزرفي ان تابل لي تحجز طولة في المطعم شو راح تقول راح قول راح قول ان تابل پور دي برسان سيل بوكلي طولة لشخصين لو سامح أو جو بودري ريزرفي ان تابل پور دي برسان أنا أريد ان احجز طولة لشخصين تمام حتى انت قال يا شباب ويا صبايا رجعوا دخلوا مش نعمل الاختبار لصغير اللي تلكنا عنه